طبعا سواء فيما يتعلق بأنه بكرة هيكون فيه فحوصات طبية شاملة هيتم إجراءها على كل لعابة النادي الأهلي عشان يتم الإطمئنان عليهم قبل بداية الموسم وخلينا نروح لكريم نتطمن منه ونعرف أخبار واحد طبعا مشاركة برونو سافيو النهاردة في التمرين وأخبار التمرين بشكل عام وخصوصا أنه احنا على بعد أيام من عودة أفشا وشريف للتمرين مرة تانية يمكن اللي هيكون فيهم يعني عدم استعجال هيكون عمار حمدي وفرسيتا وخلينا نرحب بكريم ونقول لهم سأخير كريم وأخبار تمرينة النهاردة إيه مساء الخير عليك الزميل العزيز أحمد سمير طبعا تحياتي لك في البداية وتحياتنا أيضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي يعني نقدر نقول بدأت المرحلة الأولى بقى بكل قوة بنسبة طبعا للإعداد الخاص بفريق النادي الأهلي في هذا الموسم اللي هيبدأ هذا الموسم بالبطولة الأفريقية فمحتاجة مجهود كبير جدا والحقيقة الكل بيبزل هذا المجهود للجهاز الفني بقايدة ميستر مارس الكولر اللي يمكن بيقوم بأمور عديدة جدا لك أن نقول جديدة على قد ما هي فيها تركيز كبير جدا أمور طبعا الخاصة بيه الفحوصات الطبية الخاصة بفريق النادي الأهلي بالتنسيق مع رئيس الجهاز طبعا الطبي للدكتور أحمد أبو عابلة الأمور دي يمكن النادي الأهلي كان معتاد الحقيقة أنه يكون بيعملها في خلال المواسم الماضية لكن مش بالكم الكبير اللي احنا شايفينه ومش بالتركيز الكبير لأن التلاحم المواسم والضغط الكبير جدا يمكن بيمنعك شوية أن تعمل هذه الفحوصات بشكل كبير فيمكن كان النادي الأهلي في خطوة مميزة وكبيرة جدا لهذه الفحوصات للوقوف على حالة اللاعبين كل لعيب يكون لجرع تدريبات معينة في الفقرة البدنية في تدريبات البدنية في هذه الفترة المميزة لأن إن شاء الله بإذن الله محتاجين مجهود كل اللاعب وفي يارب إن شاء الله بإذن الله كل القياسات يكون مردودها كبير جدا ويقدر الجهاز الفني مع وضع الخطة طبعا المميزة جدا من الأحمال والنهاردة يمكن راجع رفع الأحمال النهاردة بتدريبين تدريب صباحي وتدريب مسائي تدريب الصباحي طبعا كان كل أمور خاصة به الفقرات البدنية الجارية لتحمل على أن تكون الفقرة طبعا الخاصة بها لتدريبات الكرة في تمام الخامسة مرسل كولر الموديل الفني محاضرته طبعا النظرية بيركز فيها بشكل كبير جدا على التطبيق الراجل طلب أن يكون لعيبة النادي الآلي مرتدية شرطات بالأرقام لأنه ممكن هو عنده صعوبة شوية في التعرف لأن كل لعيب فيه فايل هو مش عايز يحفظ أسماء على قد ما يكون الأمور سهلة شوية عليه بالأرقام فيه التزام كبير من لعيبة النادي الآلي أنت ذكرت محمد شريف وأفشة يمكن أفشة في خلال خمس أيام إن شاء الله يكون متواجد بإذن الله في التدريبات محمد شريف يمكن بكرة ياخد جزء شوية من تدريبات البدنية وإن كان ده خبر بالنسبة لك يعني يا محمد شريف خلاص يعني ممكن بكرة أو بعضه بكتير أو يكون في جزء من التدريبات البدنية لكن بعيد على الكرة شوية أنه يخش فيه تدريبات الكرة بشكل تدريجي الأمور الحمد لله طيبة فيه سعادة كبيرة جدا من لعيبة النادي الآلي على الحالة اللي هم فيه رغم الشقاء الكبير ورغم التدريبات لكن في مرحلة كبيرة ومرحلة مهمة الموسم ده يعني لعبتنا بنطلبها إن شاء الله بإذن الله تركيز في كل البطولات تكون إن شاء الله بإذن الله مع المجود الكبير اللي بيبذل عندنا أمل في لعيبة النادي الآلي وفي الصفقات المميزة جدا وعلى رأسهم برونو سافيو اللي عايز أطمنك عليه لمساته ممتازة جدا كل طبعا شاف الهاي لايتس بتاعته لكن في أرض الملعب حاجة مختلفة بشكل كبير لا التدريب الصباح يمكن نشارك بالكامل والنهاردة كمان في تدريبات الكورة الحقيقة يمكن لعب مميز جدا إن شاء الله يكون إضافة مع شادي مع كل الصفقات اللي منتظرين إن شاء الله في تدعيم النادي الآلي يمكن مجلس الإدارة تكلمنا اشتغل في هدوء أدار الملف المدير الفني بكل دقة الملفات الخاصة بيها الصفقات أدارها باحترافية شديدة جدا فإن شاء الله بإذن الله كل لعيب لابد يكون عارف قيمة النادي الآلي ودي الحقيقة اللي احنا لمسينه معيات النادي الآلي شادي برونو كل اللعيبة كمان اللي أكون متواجدة معنا خلال الأيام القادمة لإعلان على الصفقات لابد يكون الواحد عارف طموحات جمهور النادي الآلي لعيبة النادي الآلي عارف أهمية المرحلة لكن محتاجين زميل أحمد نحن نستعيد كل اللعيبة المصابة أمر مهم جدا إن الراجل يشوفه السكواد كامل لأن الخلاص الأيام اللي جاية فيها مبارات ودية فمحتاجين إن شاء الله كل اللعيبة ترجع من جديد ويا رب إن شاء الله يستمر الحماسة والجدية الكبيرة جدا لأن شافينا مع العيبة النادي الآلي ويا رب يكون مسم خير إن شاء الله على العيبة النادي الآلي طيب كريم يعني طبيعي جدا في بداية مسم هيكون الموديل الفني مارسيل كولر مركز شوية على الناحية البدنية وإعداد اللعيب عشان تكون جاهزة بدنيا لبداية مسم إن شاء الله هننفس فيه على كل البطولات لكن أنا عايز أتكلم شوية على الكورة يعني إذا أنا عارف أن الراجل لسه يمكن تاني أو تالت تمرينة بالنسبة له فيمكن شوية بتبقى صعبة لكن أكيد أنت لحظت طريقة معينة فكري معين شغل معين بيعمله مرسال كولر فيما يتعلق بالناحية الفنية بالتأكيد طبعا يعني زي ما أنت قلت ما فيش جرعات تدريبية بالكرة كبيرة لكن اللي إحنا شايفينه راجل مركز طبعا على التسليم وتسلم بالنسبة طبعا في أماكن محددة جدا وفي مربعات ضياق جدا تأسيمة اللي في الآخر هو راجل بيشوف اللعيبة الراجل في كل مرام بينهي المرام بتأسيم الراجل بيحاول يقف على اللعيبة مش قادر طبعا أن هو يدي جرعات تدريبية بالكرة أو جومل التكتيكية أو بعض الأمور دي على قد ما هو بيركز على أمور بسيطة جدا لأن انت عارف فيه فايل بتعمل اللعيبة سواء تدريبات الكرة تدريبات البدنية إيه اللي هيزوده عند اللعيب ده اللعيب ده ممكن يكون عنده بعض القصور فهي تدريبات بسيطة لكن أقدر أقول لك من الأسبوع اللي جاي خلاص مع طبعا اليوم الكامل اللي تم الاعلان عنه طبعا من الجزء الفني هتشوف أمور مختلفة جدا هتشوف تدريبات بدنية هتشوف تدريبات كرة هتشوف أمور عديدة جدا ففي انتظار إن شاء الله نشوف فكر مارس الكولير مدير الفني في التدريبات وتطبيقها إن شاء الله في المباريات انت عارف تم تحديد المباريات واحد وعشرين وخمسة وعشرين وتسعة وعشرين لكن منتظرين إن شاء الله الأطراف لكن يعني اللي إحنا شايفينه ولمسينه يعني في بصمة في الرجل هادي جداً الرجل اللعيبة على طول بيتكلم مع اللعيبة كل الأمور دي الحمد لله تكلمنا على سين الميكاري المحل الأداء وعلاقته طبعاً بعلي معلوله إن شاء الله عالي كمان يساعد بشكل كبير جداً في نقل المعلومات جهاز فني متكامل لعيبة عندها إصرار إن شاء الله بإذن الله نكون هذا الموسم موسم مليء بالبطولات والإنجازات لفريق النادي الألي ينقصنا بس التوفير إن شاء الله وربنا يحافظ على اللعيبة يعني بني شمالنا في فترة للعداد دي كل اللعيبة اللي راجع معنا تحافظ على نفسها ويا رب إن شاء الله يكون موسم خير على فريق النادي الألي ياسمي كري أعتقد لعب مع كهرباء يعني أعتقد أنه كانوا في نفس لما كهرباء كان ليه تجربة احتراف في سويسرا أعتقد كانوا بيلعبوا في نفس الفريق جراس هوبرز في فترة من الفترات فأعتقد برضو أنه في معرفة مسبقة بينهم وبعض ممكن شوي تقرب المسافات بذكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز كريم أحمد من داخل النادي الأهلي دي كانت أخبار التمرينة وظهور برونو سافيو في انتظار طبعا حالكم عارفين أن في مجموعة من لعبة الأهلي منضمة للمنتخب الوطني أو معسكر منتخب الوطني في اسكندرية مع روي فيتوريا فإن شاء الله بإذن الله تكتمل قائمة النادي الأهلي بعد عودتهم من معسكر المنتخب